أخوات يسألنا عن طريق الشبكة يقول الطفل الذي عمره سبع سنوات يصل للصلاوات الخمس لكن هل نلزمه بصلاة ركعتي الفجر وكذلك الشفع والوتر لا ما نلزمه لا بالصبح لا بالفجر لا نلزمه بفرض ولا نلزمه بسنة ولكن نرغبه في الفرض نرغبه في الفرض فنأمره أمر ترغيب لا أمر إلزام ولا تعنيف صلي الذي يصلي يحبه الله الذي يصلي يدخله الله الجنة صلي حتى يرضى الله عن أبيك ولكن نحذر ما يفعله بعض الناس من التعليق تعليق القلب بالدنيا فهذا عكس التربية الصحيحة عكس التربية الصحيحة صلي وأعطيك حلاوة إذا صليت اليوم كل أعطيك ريالا هذا يجعله يتعلق بالعبادة بقصد الدنيا لكن لا باس تقول له صلي وإذا صليت ربما يهديني الله فأعطيك ريالا صلي فإذا صليت ربما يهديني الله فأعطيك ريالا فإذا صلى تقول الله هداني أن أعطيك ريالا لأنك أرضيت الله بالصلاة واضح يا إخوة لا باس من الترغيب بما يحب لكن لا تعلقه بالدنيا مع ما تعطيه من الدنيا اجعله عن طريق التقرب إلى الله واربطه بالله سبحانه وتعالى ترغيبا ثلاث سنين كلها ترغيب ما فيه هو بن ثمان سنين أنت ما تصلي أنت كافر لكن لا باس تقول له يا ابني صلي المسلمون كلهم يصلون الذين لا يصلون ما يحبون الله لكن تعنفوا تسبه تشتمه هذا ما هو مشروع أمر أمر ترغيب في الأول نرغب في الفرائض ثم نرغب في السنن حتى ما نثقل عليه من أول الأمر يمل ونرغب في الذهاب إلى المسجد ونعلم والطفل يا إخوة يتعلم يعني قبل أسبوعين أو ثلاث يعني قبل فترة قريبة كنت عند سيارتي فعطست والوحدي فقلت الحمد لله فجاء طفل من بعيد صغير أظن هدون يعني السبع سنين جابي إلى أن جابي جنبي قال ليه ما تقول الحمد لله لأن والده علم أنه عند العطاسي وقال الحمد لله سمع عطاسي ولم يسمع أني قلت الحمد لله جاء إلى أن والله سبحان الله دعوت له جاء إلى أن جاء عندي أنا ما رأيته وكان في جهة أخرى جاء ليش ما قلت الحمد لله فالأطفال يا إخوة يتعلمون نغرس فيهم نحن إن غرسنا فيهم الكذب سيتعلمون الكذب إن غرسنا فيهم الصدق والإحسان سيتعلمون الصدق والإحسان لكن قلوبهم ما تقبل التجريح لا تجرحها قلب غضب لا تجرح بكلمة لا تجرح بضرب إلى أن يبلغ العشر فإذا بلغ العشر وأنت غير مقصر أنت غير مقصر طوال هذه السنين الثلاث وأنت مجتهد يا بني الصلاة ربي يحب من يصل يا بني الصلاة مجتهد بلغ العشر وهو لما يصلي ابدأ اضربه ضربا غير مبرح وغير مهين لكن تجلس نايم الثلاث سنين ما تأمره من بلغ سبع سنين ما تأمره بالصلاة إلى أن بلغ العشر لما بلغ العشر تجيب العصى أنت الذي تستاهل العصى تركت الواجب عليك وهو أمره برفق إذن ابن السبع سنين نبدأ نأمره أمر ترغيب ونتدرج معه بما لا يمله بل بما يجعله يتعلق بالصلاة يحب الصلاة ونتدرج معه ننقله إلى الرواتب المؤكدة سنة الفجر والوتر ننقله إلى السنن الرواتب ننقله إلى قيام الليل ويا حب ذا لو كانت دعوتنا إلى السنن بالفعل فهي أبلغ أحسن آخذ ابني معي إلى المسجد نصلي الفرض إذا رجعنا صليتنا السنة وبعد ما أصلي أقول هذه يا بني سنة فهذا أبلغ في قلبه من القول المجرد والقول دعوة ولكن الدعوة بالفعل وإذا أضيف إليها القول كانت أحكم وأحسن